السلام عليكم أهلا بكم مجددا على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة أدعوكم للانضمام إلينا بالاشتراك وضغط زر الجرس للتوسل بالجديد درس اليوم مهم جدا بحيث أنه سيساعدكم على التعرف على كلمات تتشابه في النطق ولكن تختلف في المعنى ما يؤدي إلى الوقوع في أخطاء إمرائية كثيرة هذه الكلمات تسمى بالفرنسية ليزومونيم لي أومونيم و هي كلمات تنتق بنافس التاريكة و أحيانا تكتب بنافس التاريكة لكن ليس لها نفس المعنى بالفرنسية تعرف les homonymes sont des mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même manière mais n'ont pas le même sens إذن كلمات تنتق بنافس التاريكة ولكن لها معنى مختلف من كلمات لأخرة طبعا أول مجموعة من الكلمات لدينا son 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 sans son sent son sang لتوضيح معاني الكلمات وضعت كل كلمة في جملة دائما مع الترجمة للعربية إذن بالنسبة للسان son s-o-n في جملة c'est son stylo إنه قلمه c'est son stylo c'est son stylo بالعربية هذه الكلمة يختزلها حرف الها في آخر كلمة قلم إذن son adjectif possessif يستعمل للتعبير عن امتلاك الشيء ننتقل للكلمة الموالية son s-e-n-t وهي مئة في جملة elle a besoin de 100 euros elle a besoin de 100 euros إنها بحاجة إلى مئة يورو elle a besoin de 100 euros ننتقل للكلمة الموالية في جملة s-a-n-s il sor son c'est lunette يخرج بدون نظارته il sor son c'est lunette هنا الكلمة s-a-n-s son تعني بالعربية بدون il sor sans ses lunettes ننتقل للجملة الموالية le son est rouge الدم أحمر le son est rouge le son est rouge إذن هنا s-a-n-g le son هو الدم بالعربية elle se sent bien تشعر بالراحة elle se sent bien elle se sent bien تشعر بالراحة هنا كلمة sent s-e-n-t هو فعل شعر يشعر elle se sent bien ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من هذه الكلمات لزومونيم لدينا فو f-o-i f-o-i-s f-o-i-e الجملة الأولى ما فو س س س س إيماني وحده يكفي ما فو س س س س س إذن f-o-i فو هنا بمعنى الإيمان la فو الإيمان الجملة الثانية إلي تيت إن ف ذات مرة هنا لدينا الكلمة f-o-i-s ف وهي بمعنى مرة إلي تيت تين ف الجملة الموالية س لثو إنه الكبد إذن الكلمة f-o-i-e تعني الكبد ف المجموعة الموالية هي كو 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 الجملة الآلة إذن إذن الكلمة c-o-u-p تعني الضرب Ce coût est dur Le coût de ce livre est convenable تكلفت هذا الكتاب لايقا Le coût de ce livre est convenable إذن كلمة كوت تأني التكلفة أو الثمن Le coût de ce livre est convenable جاميل جيدا ننتقل إلى المجموعة الموالية لدينا المثال الأول أو الجملة الأولى un ver de terre دودة un ver de terre un ver de terre إذن معنى ver الكلمة ver المكتوبة بهذه الطريقة تعني دودة Il se dirige vers la porte إذن الكلمة VERS تأني بالعربية نحوة VERS تأني بالعربية نحوة أخير مثال هنا هنا le fruit est vert الفاكهة خضراء le fruit est vert le fruit est vert هنا اللون الأخضر la couleur verte ici au masculin VERT VERT المجموعة الأولى من الكلمات لدينا أماند 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 واماند أماند أماند الجملة الأولى J'adore j'adore les amandes أحب اللوز j'adore les amandes j'adore les amandes هنا هذه الكلمة تعني اللوز A-M-A-N-D-E-S الجملة الأولى le gendarme lui a donné une amande الدارك أعطاله غرام le gendarme lui a donné une amande le gendarme lui a donné une amande إذن الكلمة A-M-E-N-D-E amande تعني الغرام طيب المجموعة الموالية لدينا كور C-O-U-R C-O-U-R-S C-O-U-R-T الجملة الأولى تخص C-O-U-R-S ساحة المدرسة C-O-U-R-S C-O-U-R-S Histoire C-O-U-R-S F-A-I-M C-O-U-R-S F-I-N بالنسبة للكلمة الأولى ج-F-A-N أنا جائع ج-F-A-N ج-F-A-N إذن F-A-I-M تعني جائع ج-F-A-N الجملة التانية C'est la fin du film هذه هي نهاية الفيلم C'est la fin du film إذن الكلمة F-I-N تعني النهاية الكلمات هنا لدينا شار 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 الجملة الأولى إذن الكلمة التي تكتب C-H-A-I-R تعني اللحم الجملة الموالية صديقي العزيز إذن هنا C-H-E-R تعني العزيز الجملة الموالية أمي العزيزة شار ماما شار ماما هنا C-H-E-A-C-O-R-E تعني العزيزة شار الجملة الموالية الكلمات هنا لِي لِي ت لِي 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 دِي جملة الموالية أمي العزيزة كانت كسین مالسف جملة الموالية كانت هناك الموالية الموالية لِي تبعني إلاك باللِي لِي جملة الموالية إذن الكلمة المكتوبة L-A-E-D تعني قبيح هنا لدينا كلمتين بالنسبة للكلمة الأولى في جملة هذه الكلمة قصيرة ce mot est court إذن M-O-T تعني الكلمة الجملة تانية إذن هنا M-A-U-X تانية الألم هنا مجموعة أخرى من الكلمة مюرة أخرى من الكلمة المكتوبة قصير WHILE أَلْجُومْلَ الْأُولَا لُمُورْ دَوْلِكَوْلُ جِدَارُ الْمَدْرَسَةِ لُمُورْ دُوْ لِكَوْلُ إذن هنا مُورْ مُورْ تَعْنِي الْجِدَارُ أو الْحَاِتْ أَلْجُومْلَ الْمُوَالِيَ جَدَارُ لَا كَمْفِتُرُ دَوْ مُورْ جَدَارُ لَا كَمْفِتُرُ دَوْ مُورْ هنا في هذا الم接 vein مُور kungi rest تعني أَلْتُو تَعْنِي الْمَفِتُرُ دَوْ مُورْ ننتقل للمجموع الأخيرة لدينا بالنسبة لالكلمة الأولى المدينة المدينة الكялиمة M-A-I-R-E الجملة المؤ shapir شاتي البحر إذن الكلمة م-e-r تعني البحر Sa mère est dentiste إذن الكلمة م-e-r-e تعني والدته أو أمه Sa mère est dentiste هكذا نكون قد أنهينا الضرس اليوم أتمنى من الله أن تكونوا قد استفدتم إن أردتم المزيد من الدروس على نفس الموضوع يعني les homonimes اتركوا لي تعالقكم إذن موعدنا في فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء